رجعنا مع حضراتكو وفقرة الأولى في البيت الكبير النهاردة مع الناقض الكبير محمد القوسي منرحب بيك في بيتك وبيت النادي الأهلي منورنا أنا بيت كابتن هاني ومبروك لحضرتك وكل جمهير النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة يعني مكسب حلو لكن أهم حاجة في المكسب النهاردة أنه ما فيش حد أصيف في لعبة النادي الأهلي يعني ده أهم مكسب الجرن الأمح اللي كانوا بيلعبوا فيه النهاردة الغيط بتعبيرنا اللي بنتلقهم كلنا عن ليه الحقيقة يعني ملعب المدرسة الأعدادية اللي كنت فيها من ثلاثين سنة كان أحسن ملعب ده حقيقة احنا كلنا قلقنا حتى ويمكن من مع يعني مرسلنا فاروق صلاح وكان نقل التدريبة الأساسية على ملعب المباراة كلنا قلقنا صلاح المزايا واللعيبة كمان نشتاكد حاجة مزايا الحقيقة يعني شكت أنه بيوص على الماتش النهاردة وبتقالت في الأول ملعب لا ده مش ملعب كرة خالص ده مش ملعب كرة خالص ده ملعب يدمر لعيبة يصيب يعني خسرك لعيبة بملايين اللي زي التحاد الأفريقي بيوافع على فرق تلعب في دور الأبطال وهي ما عندهش ملعب يعني زي ما حالك بتقول لو ما عندكش ملعب تعال لعب الماتشين هنا على ملعب نوفر لك ملعب ولعب عليه لكنت تاخدني هناك في فرق ممكن لعب يصاب ما سفيتش منه بقيت المتسم يعني طبعا حاجة سياح جدا وخلي بالك النيجر من الدول الجميلة يعني أنا سافرت مع المنتخب كذا مرة النيجر بلد بلد حلوة وشعبها على فكرة وسالم جدا لكن الإمكانيات محدودة شوية لكن ده دور زي ما حالك بتقول دور الاتحاد الأفريقي إنه عملية التطوير على مستوى الملاعب لازم تكون أفضل من كده عشان تعمل بطولة نكحة وقاليها جمهور ولها تسويه وتتشاف في كل الحياة العالم لازم تتشرف على كل حاجات دي بنفسك تشرف على الملاعب وتشرف على قد اللبس وتشرف على المدرجات تشرف على النقل التلفزيوني مهم جدا يعني لازم يعني فيه دول عندها قدرات نقل التلفزيوني عالية فدي أوكي لو دول ما عندهش نقل الاتحاد الأفريقي لازم يبقى فيه شروط واشتراطات معينة يعني فيه بعض اللعاب اللي ده وكادش بنشوفها أو ما كادش بتتعيد حاجات كتيرة جدا المفروض تكون حاططها ولها أساسيات ولها أولويات موجودة عشان تقدر تعمل ده دور الأبطال حاجة عظيمة جدا يعني فالمفروض يبقى فيه يعني كل حاجة تعلي قيمته يعني عشان تعلي قيمته يعني كل حاجة يعني محسوب حسابها بمنتهى الدقة يعني فطبعا الحمد لله أني لعبت الأهل النهاردة خرجوا من غير الصبات الحمد لله أني كسبت النهاردة المباراة طبعا واتفاقت في الجولة الأولى كانت فرصة كمان كبيرة جدا لتجربة العدد كبير جدا من اللعيبة وأحسن الجهاز الفني أني أراح بعض اللعبين الأساسيين كوار زي عالي معلولي يعني خاف عنه أنه يصاب فريحه مثلا يعني دفع بعض كبير جدا من الشباب اللي عنده قدر يجري في الملاعب دي فكانت فرصة كبيرة جدا شوفنا بكم شوفنا كل لعيبة يعني أكرم لعب كل المجموعة لعبت بشكل جيد وشكل مميد كهرباء بدأ النهاردة المباراة ياسر إبراهيم ما كانش بيلعب لعب